لما بيغنوا المطربين ويقولوا يا بلدنا حلوة يعني ده حقيقي لأنه حقيقي بلدنا حلوة شهر رمضان المبارك بإذن الله اللي حنستقبله في أقل من أيام وأسبوع بإذن الله نحتفل بهذا الشهر الكريم ولكن المصريين بدأوا الاحتفال بالشهر إزاي؟ المصريين موجودين الزحام اللي موجود في الشوارع آه زحام عمل وزحام ناس بس يصدقوني كمان فيه زحام استقبال لهذا الشهر المصريين منذ التاريخ يستقبلون الشهر بكل الحب من البيوت للشوارع للزينة كان من حظي أنه صديقة اللي لطيفة جدا قالت لي دعوة تعالي نروح منطقة الحسين الجمالية شرع المعز أجمل ما في القاهرة فروحنا وتمشينا وإحنا الحقيقة جوه المنطقة بجد تحس إن انت في مصر تانية الشعب ده زي ما بنقول كلنا ملوش كتالوج شعب بيحب إنه يحتفل بيحب يعيش الطاقة الإيجابية العام الماضي كان عندي الحقيقة فرصة إن أنا أصور في نفس المنطقة كانت الدنيا هدية ما كانش الإنتاج كده هذا العام رغم الأزمات اللي موجودة في العالم ولكن فيه إنتاج حلو سواني حلوة بالإيد إزاز ما عرفش مع شوق بإيه حاجات مرسوم عليها بالإيد حاجات يعني قطنية مرسوم عليها والبهجة اللي موجودة في الشوارع كمية الأجانب الموجودين الإخوة العرب اللي بيزوروا مصر الأيام دي وأجمل ما في كده هم البائعين الناس اللي موجودة في هذه المنطقة وكأن تدبت الحياة يعني بجد قل بتاع البخور وبتاع الفوانيس واللي بيبيع وتحس أنت ماشي في بلد كلها حياة تقوى على الأزمات وتقوى على كل حاجة والطنورة بدأ والناس اللي ماشية تحتفل بالشهر والناس اللي بتنشد والعود اللي بيغني فتعرف تماما أنه شعب مصر محدش يخاف عليه هو عارف كويس أوي أنه هيقدر وأنه هيعدي وده بيسعدنا لو عندك فرصة انزل المناطق الشعبية الجميلة والمناطق القديمة امشي في منطقة سيدة زينب وشبرة بيقولوا عليها لعملة صغل عالي جدا في الفوانيس طبعا سيدنا الحسين والأزهر والجمالية وشارع المعيز أنت بتتكلم على منطقة بديعة حقيقي بديعة وبتشوف أماكن أنا وقفت قدام دكان يعني وقفت مش بتفرج على اللي بيعرضه أنا بتفرج على الخشب اللي موجود عليه أدركت أنه ممكن تكون الوجهة بتاعته مثلا عمرها أكتر من 200 سنة يعني أكتر من دول مثلا موجودة فلا نحن نتحدث بجد الشعب المصري يستقبل هذا الشهر وإن شاء الله يكون شهر جميل موسيقى اشتركوا في القناة